عبد العزيز عقيني لم يحصل إلا على صوته صوته فقط وحصل البزاز على 14 صوتا وحصل عبد الرحمن عارف على 13 صوتا بفارق صوت واحد صار هناك حديث أنه بموجب الدستور يجب أن يحصل الناخب أو المرشح على ثلثي الأصوات ما أحد منهم حصل على ثلثي الأصوات حاولوا أن يعيدوا الانتخاب مرة ثانية لكي من يحصل على الأكثر هو الذي يصبح رئيسا في حينها بدأت نوع من الضوضاء خارج قاعة الاجتماعات وتسرب الخبر أن هناك من القيادات العسكرية من تريد أن تفرض قائدا عسكريا أو رئيسا عسكريا جديدا كرئيس الجمهورية في العرب وكان من بينهم والذي على صوته كثيرا هو بشير الطالب الذي كان يتبوى منصب قائد الحرس الجمهوري في حينه الذي أعدمه صدام لاحقا لا أعرف ذلك إذا أعدمه لا ما عندي علم أعدمه مع المجموعة راجل تكريتي ربما ربما نعم نعم فاستلم الرسالة البزاز أن هناك إرادة عسكرية لفرض عسكري لرئاسة الجمهورية فلم تجري الجولة الثانية من الانتخابات إنما وقف البزاز وأعلن ضم أصواته إلى عبد الرحمن عارف وبذلك فاز عبد الرحمن عارف برئاسة الجمهورية تقريبا بالإجمع وتجنب مسألة الدخول في مسألة الصراعات وخصوصا مع العسكر ولهذا السبب عندما خرجوا من القاع أحد الذين كانوا مقربين من الإعلام سأل البزاز لماذا فضلت اختيار عبد الرحمن عارف على العقلي فأجاب بذكاء البزاز فأجاب بذكاء قال لأنه أب وسكت ما تعني هذا الكلمة أن يكون الأب عطوف وأن يكون يشعر نسولية وأنه أبا ومتزوج وله أطفال وهو حريص يكون حريص أكثر حصا أكثر حنانا ربما لهذا السبب إضافة إلى أنه يمتلك المؤهلات لأن يكون ما اتصف به من دماثة الخلق أصبح عبد الرحمن رئيسا وأقصي عبد الرحمن البزاز وعندما أصبح رئيسا لا كان هناك شبه شرط بالإجمع أنه يعاد تشكيل وزارة برئاسة عبد الرحمن البزاز وفعلا وعيد تشكيل الوزارة واستمر بنفس المنهج لأنه البزاز عندما تسلم رئاسة الوزارة من المرحوم عبد السلام عارف كان هناك اتفاق اتفاق شفهي أنه يعمل على بناء دولة الدستور أن يؤسس لدولة يحكمها دستور دائم وأن تعاد كل هذه الصيغ وأن يطلق صراح كل السجناء والموقفين السياسيين وأن تبدأ الحياة الديمقراطية في العرب لكنه لم يستغرق لم يستغرق في وزارته بعد في ظل عبد الرحمن عارف إلا فترة قصيرة ثلاثة أشهر ترتفع ثلاثة أشهر نعم نعم ثلاثة أشهر ما الذي جرى يعني خلال هذه الأشهر ثلاثة الذي جرى هو البرنامج يعني سارة كما كان عليه في أول ما ترأس الوزارة واستمر في ظل رئاسة عرسلام عارف الذي جرى بدأ الضغوط كبيرة جدا من العسكر على الرئيس عبد الرحمن عارف فاستجاب لرغبتهم استبدال عبد الرحمن باستبدال هذا المدني الذي وقف موقف صريح من مسألة العسكر وقال وكان يعني كلمته التي يعني العسكر اعتبره خصم لهم بالضبط هو ليس فقط هم كثير من الحركات السياسية الأخرى اعتبرته خصم لأنه جاء بنمط جديد وبأسلوب جديد وبفكر جديد جاء ليبني عراق ديمقراطي دستوري لحكم القانون لحكم العدالة لا شيء يعني القانون سلطة القانون هي التي تحكم بين الناس العراق بلد الجميع العراق للجميع هذا كانت شعاراتنا اين كان مسكن عبد الرحمن البزاز يعني مسكن بيتكم وين كان في نفسه في منطقة العظمية ولا نضع لا حماية ولا أول ولا آخر كم عدد أفراد الحماية اللي عندك هنا كانوا أربعة من الشرطة فقط نعم والغرفة التي كانت تحمي البيت هي لأخي الآخر الذي كان أستاذا في الولايات المتحدة وعاد إلى بغداد وكان من حق العائد أن يجلب مع الآثاث فجلب الآثاث في صندوق خشبي كبير فوضعنا صندوق الخشب أمام البيت وكان هو هذا هي نقطة الحماية وهناك أربعة من الشرطة تعرف اسمهم؟ نعم اثنان من الأخوة في الجنوب واثنان من الأخوة في الشمال حنون وعطية ويونس وآخرين هؤلاء هم كانوا شرطة ومجبل أربعة فقط؟ وكم سيارة عندها كانت؟ سيارة الخاصة وسيارة رئيس الوزرع سيارة بسيطة كانت سيارة قديمة يعني موكبة سيارتين تقريبا؟ بالطبع لا نجدة تمشي معها نجدة؟ نجدة سيارة بسيطة من هذه القديمة التي تسميها هل كان متوجسي؟ حذر؟ حذر كذا من؟ أبداً يعني مرة من المرات كان أخي الأكبر مني هو رياضة المشي بيتنا في الأعظمية ومناطق الشارع العظمية يعني تساعد على المشي رياضة المشي فكانت رياضته للمحببة هو أن يمشي بالليل حول في المنطقة وعادة يأخذ أحد أخوة الكبار معه في المشي أو من أصدقاءه فكان أخي يمشي وراه مسافة بعيدة عنه وفجأة حدثت أصوات التفت لقى أخي الآخر يمسك بشخص معروف مشاكس في المنطقة وكان كان يخشى أن يتعرض لا ربما فعاد له وقال له أنا لم أكلفك بذلك الأمر ولا تمتلك الصلاحية الرسمية لأن تقوم بمثل هذا الشي ما من حقك إذا أراد أن يعمل شيء دعه يعمل يا أخي القانون موجود والسلطة موجودة أنت من الذي سمح لك كونك أخي من حقك أن توقف الناس هكذا كان كيف أقصي بمؤامرة أم بضغط أم بقرار لا بالطبع لأن تعرفت نوع العلاقة التي كانت مبنية بين البزاز والعارفين علاقة حميمية وصميمية وعلاقة تاريخية ممتدة فلم يكن هناك هاجز شخصي على ما أعتقد إنما كان هناك ضغط عسكري على الرئيس عبد الرحمن عارف ولا تنسى كونه عسكري وعلاقة بالعسكر وصداقة بالعسكر وأهل مهنة فكانوا أقرب لبعضهم ويبدو أنه قبل بهذه الضغوط فطلب من البزاز طلب منه شخصين أن يترحى؟ طلب بأدب جم أنا يعني عشرت هذه المرحلة فضحك البزاز كيف سوّغ أن يطلب؟ أن العسكر يهددوننا بالانقلاب إذا لم نقم بالتغيير فقال له أبدا نحن جئنا لنبني عراق آمن بعيد عن الانقلابات نريد أن نبني دولة القانون دولة الدستور لهذا السبب بكل بساطة أنا أقبل هذا الرأي ونرجو لكم التوفيق أنا الذي كتبت كتبت الاستقالة؟ الاستقالة لأنه أنا خطي جيد وهو خطة لم يكن ذلك الخط المقرور تتذكر صيغتها يعني؟ والله لا بس توقيعها كان المواطن المواطن؟ عبد الرحمن البزاز وأنا اللي نقلتها إلى القصر الثاني يوم صباحا